دي حيرة لازم كل واحد فينا في آخر مثلاً سنتين ثلاثة من حياته خسر ناس محترمة يسأل نفسه عنها هو لا ممكن يكون منفر وانا مش واخد بالي ممكن يكون بعمل تصرفات مش قاصد بس في نفس الوقت بلاقي الناس المحترمة بتبعد عني الحقيقة إن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بترد على السؤال ده ولأولم عندهم معنى كده اسمه المغيب إيه المغيب ده؟ المغيب اللي شاغل باله بتصرفات الناس وما بيبصش جوه في المشاكله وبعدين لما يخسر حد يبدأ يفكر هو يشوف الناس ما بقتش عندها أصل إزاي وينسى الآية اللي ربنا قال وفيها وفي أنفسكم أفلت بصيرون وأنا خدت كورس من فترة قريبة من سنة تقريبا عن الذكاء الاجتماعي الذكاء الاجتماعي هي القدرة على إدارة العلاقات المختلفة في المجتمع بطريقة سليمة وتضمن ليك قوة العلاقات وتدرجها وتصعودها كان بيتكلم الأستاذ المحترم اللي كان بيدرس لنا عن حاجة اسمها الان انتانشن الامباكت الأثر الغير المقصود إن كتير مننا مغيب عن نظرات عين منفرة جدا وتعبيرات منفرة جدا وردود أفعال منفرة جدا هو مش واخد باله وشوي الطباع كده في التصرفات بتخلي المحترمين ينفره هو مش واخد باله وبيبقى مغيب عن نفسه فهل أنا منفر وأنا مش واخد بالي خليني أديك خلاصة كده تريح بالك في الموضوع ده الموضوع ده ممكن أن نتكلم عليه شهر كله شهر رمضان كله عن الطباع المنفرة بس أديك خلاصة كده عشان لو أنت محتر راجع نفسك فيها جون جوتمن عالم النفس في جامعة واشنطن كان بيقول أن من أكتر سموم العلاقات حاجة اسمها النقد الساخر والسلبية الدائمة وقبل ما أحكي لك على موضوع النقد الساخر ده كان سيدنا علي ابنه الحسن حسن ابن سيدنا علي رضي الله عن الجميع قال له أصف لي النبي فقال قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ثلاث فيه ثلاث حاجات سيدنا النبي ما بيعملهمش مع الناس كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه احفظك كم حاجة دول وتعالي نرجع لجون جوتمن بتاع السلبية الدائمة في النقد المجتمع بطريقة سلبية والنقد الساخر اللي قدامك قصة يا جماعة الصفة دي لو فيك راجع نفسك قوي هتلاقي الناس الطيبة المحترمة ما بقتش عندها طاقة تقعد معك ويمكن ده يكون بيبعد الناس عنك شوية في العصور الجديدة اللي احنا عايشين فيها طلب الرزق بقى ضغطة قوي وطموحات وسقف مطالب الناس عالي جدا واللقصات والقروض كترت جدا وهموم الشباب والعيال والبنات اللي في البيوت كترت جدا جدا فاعمل حسابك ان الناس بقى فيه بقت فراجايل بقت رقيقة هشة بقى عايزة دقيقتين تلاتة ولا الساعتين تلاتة اللي يشوفك فيهم وهو قاعد مثلا معك في القهوة ولا في الخروجة الاجتماعية ولا لو انتوا قاعدين مثلا مع بعض في عيلة عايزة يسمع كلام جميل مشرق لكن لما تبقى قاعد مع حد وتبقى نازل نقد سلبي لاذع في تصرفاته او نقد سلبي في حاجات في المجتمع ما نعرفش نغيرها زي الكلام عن الجو وزي الكلام عن الحر وزي الكلام عن تفاصيل لو قعدنا ننقودها بعد ما نقوم مش هنتفق على حاجة نقدر نساعد بعض ان الحاجة دي نغيرها سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى قال له يا محمد فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك من الفضاظة وقسوة القلب ان الانسان ما يرعيش الضغط اللي الناس فيه ويضغطهم اكتر بنقد افعلهم بطريقة ساخرة لشان كده ربنا قال لي سيدنا النبي لو عايز توجه حد وجهه بالله هقولك عليه ده ادعي الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ليه الموعظة الحسنة؟ ان النفوس فعلا مثقلة وربنا اخذ عهد على بني اسرائيل لما يتكلموا مع بعض يختاروا اشيك الكلام واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانة وبذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة فقبل ما يطلب منهم الصلاة قال لهم خلوا كلامكم طيب بلاش النقد اللاذع والتريقة على الشكل والتريقة على التصرفات والزنق في الكلام اللي بيخلي اللي قدامي مش قادرة شوفك ودرد على تريفونك ودي من سموم الحوار زي ما قالها جون جاتمن وده عالم كبير احب ان حضراتكم تقرأوه فلان الموضوع كبير جدا مسألة ان انا منفر ولا لأ احبت اقولك على الصفة دي لانها اصبحت من المنتشرة جدا في المجتمع كثرة التعليق اللي مش كويس على التصرفات اللي دامي او على واقع معرفش اغيره في يعني ما ليش تأثير فيه واخد بالك انا مش بتكلم على صفات كبيرة زي ان واحد يبقى كذاب ولا غشاش ولا خاين لان الطبيعي ان ينفر الناس المحترمين من الصفات الكبيرة الخبيثة دي تكلم على حد مش فاهم هو ليه بيخسر الناس فانا بشاورلك على مسألة النقد اللاذع دي اللي قال فيها سيدنا رسول الله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه فيها نوع من الاحتقال لو كنت انا بوجه بطريقة فيها نقد لاذع ساخر او حتى بعلق على الاوضاع بطريقة لاذعة ساخرة وحتى العلماء كان يقولوا بحسب امرئ من الشر عند ربنا يعني ميزان سياتو يبقى تقيل او بحسب امرئ من الشر الكافي لافساد العلاقات ان يحقر اخاه فيمكن يكون النقطة دي فيها جواب لكل محتار هو انا فيي صفة منفرة تبعد الناس عني ولا ايه